محمد صلاح ينتهي التعاقب بتاعه مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل الاندية السعودية على احر من الجامعة قد تصل ل 150 مليون جنيه استرلين موقع فوتبول انسايدر الانجليزي بيحسم ايه اللي بيحصل داخل قلعة برشلونا النهاية تقترب موقع فوتبول انسايدر الانجليزي بيحسم الامر وبيؤكد ان نادي ليفربول هيعقد جلسة مع النجم المصري الكبير محمد صلاح وهيجري معاه محادفات حاسمة وليفربول ومحمد صلاح هيتخذوا قرار مشترك ما بينهم بشأن مستقبل الايكونة المصرية مع النادي الانجليزي العريق طبعا محمد صلاح مش زي اي لعب في اي مكان في العالم بالنسبة لليفربول كل نادي بيبقى عنده اساطيره كل نادي بيبقى عنده لعبته اللي لما بيمشوا ما بيبقاش قرار منفرد من الادارة فقط لغير الامر ده عادي جدا في اوروبا وفي مصر وفي كل حتة في العالم اللعب اللي ليه مكانة كبيرة عند الجماهير ما يقضحش النادي كده يقول له سلام عليكم انت خلاص ما بقتش معنا القرار بيبقى مشترك ما بين ليفربول وما بين محمد صلاح بالتأكيد واحد من اهم اللعيبة في تاريخ ليفربول النادي الاعرق في الكرة الانجليزية طبعا محمد صلاح هينتهي التعاقب بتاعه مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل الاندية السعودية على احر من الجمر عايزة تضم محمد صلاح لها في الموسم المقبل الحديث دلوقتي بيتواطر على عروض قد تصل لمائة وخمسين مليون جنيه استرليني نفس العرض بتاع السنة اللي فاتت اللي رفضوا ليفربول لكن هل اللي رفضوا ليفربول السنة اللي فاتت ممكن يرفضوا تاني السنة دي خصوصا ان فيه سنة واحدة فقط لغير في تعاقد مو صلاح مع الفريق ده اللي هنشوفه فيه الفترة المقبلة بازن الله هل الجلسة والمحادثات اللي هتعملها ادارة ليفربول مع محمد صلاح والاعلان عنها تمهيد لرحيله ده اللي هنشوفه فيه الايام المقبلة بازن الله خلاص رسميا او شبه رسميا الموديل الفني الهولندي الاسبق لنادي فاينورد ارني سلوت بيعلن ان هو مدرب لليفربول في الموسم المقبل برضو في بريزي رومانو الصحف الاشهر في كرة القدم العالمية بيؤكد ان الموديل الفني الهولندي وقع بالفعل ليه فريق ليفربول علشان يقوده بدءا من الموسم المقبل وبيقول كمان ان ليفربول وقع العقود مع نادي فاينورد وبيقول ان فيه رسوم متعودات هيدفعها ليفربول لنادي فاينورد هتبلغ 13 مليون يورو اكبر الرسوم في تاريخ الكرة الهولندية بالتأكيد قيادة ليفربول مش زي قيادة اي نادي تاني في العالم وبالتأكيد تواجد تعاقد ما بين المدير الفني الهولندي وما بين نادي بالتأكيد هيدفع ليفربول لدفع مبلغ كبير جدا لقيادة الفريق في الموسم المقبل كان عندي امل او يعني شبه بصيص من الامل ان انا ممكن نشوف الاسطورة ستيفن جيرارد مدير فني ليفربول في الموسم القادم ليه لا اهم اساطير ليفربول واحد من اهمهم بالتأكيد الاسطورة ستيفن جيرارد اللي موجود دلوقتي في الدولة السعودية اللي كان لقطة اجربة نكحة جدا مع رينجرز في الدولة الاسكوتلندي اللي كان لقطة اجربة متوسطة مع أستنفل فيلا في الدولة الانجليزية مش من حقه ان يمسك ليفربول كان نفسي جدا يبقى جيراد مدير فني ومحمد صلاح متواجد في الملعب بس خيرها في غيرها بإذن الله نجمنا المصري محمد النيني بيعلن رسميا رحيله عن أرسنال جانرز بعد رحلة كفاح طويلة مع الفريق محمد النيني ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وقال أنا هنا لأقول وداعا لكل مشجعي جانرز أرسنال يمثل ليه الكثير وسأفتقد كل لحظة ليه هنا والصحافة الإنجليزية بتؤكد أن أرسنال هيعمل تكليم خاص للنجم المصري الكبير أحد قادة الفريق في مباراة الفريق القادمة أمام في بريمير ليج اللي الفريق فيها بيحلم أنه يفوز بيها وعلى الجانب الآخر منشيسر سيتي على أرض وسط جماهيره يخسر أمام واستهام لما سألوا المدير الفني الأسباني مايكل أرتيتا هل عندك أمل؟ قال لهم بالتأكيد عندي أمل كبير عملنا موسم كبير جدا وعندي أمل في واستهام أنه يقدر يقود أرسنال للدورة الإنجليزية ليه لا كل شيء وارد فيه كرة القدم زي ما احنا عارفين لو مشيسر سيتي فياز على وسط هام يونيتد حيوعلن رسميا بطلا للدورة الإنجليزية المرة الرابعة على التوالي بغض النظر عن أي نتيجة ممكن يحققها أرسنال أمام أفرتون إيه اللي بيحصل داخل قلعة بارشتونة؟ هقول لحضراتكم بالتفصيل إيه اللي حصل طبعا بعد ما خلاص تخيلنا أن تشابي هيرناندز مكمل كمدير فني لبارشتونة في الفترة المقبلة فجأة الدنيا ولعت مبارح حصل شبه انقلاب من خوان لابورتا رئيس بارشتونة ضد تشابي وفيه كلام أنه عايز يشيره طب ليه الكلام ده كله؟ صحيفة ماركة الأسبانية فصلت أسباب انقلاب لابورتا على تشابي وقالت أولا مسألة التعاقدات والوضع الاقتصادي لابورتا قال أنه في موسم تشابي الأول مع بارشتونة أحضر له كل من ليفاندوفسكي، فيران، كوندي، رافينيا، كريستنسن وبتكلفة مالية كبيرة جدا ثانيا حديث تشابي عن فيتور روكي عندما قال أنه وصوله في يناير لم يكن مخططا له أنه يعتقد أن المدرب يؤذي صبيا عمره 19 عام بهذا التصريح طبعا فيتور روكي موهبة برازيلية شاهد انضمامه لبرشتونة ضجة كبيرة جدا عالميا لكنه ما خدش فرصته في تشكيلة المدير الفني الكبير تشابي هيرناندز ثالث حاجة تناقض تشابي في كلامه في الاجتماع مع الإدارة قال أنه يثق بالفريق وأنهم يستطيعون المنافسة على كل الأنقاب ثم في المؤتمر قبل مباراة ألميريا قال عكس ذلك تماما لابورتا فتح قنوات اتصال مع رافا ماركيز علشان من الممكن أن يكون برشتونة في الفترة المقبلة طبعا أسطورة برشتونة الصابق وبينتظر رافا ماركيز القرار النهائي بشأن تشابي في الساعة القليلة الماضية يمكن بقايق بس حصل تواصل حسب الصحافة الأسبانية ما بين لابورتا وما بين تشابي والأمور هديت ما بينهم هل هيكمل تشابي كمدير فني لبرشتونة الموسم المقبل بعد ما كان خلاص ماشي بعد كده جدد أو قال أنه هو هيكمل هل هيكمل ولا هيمشي ياريت الأمور دي تحزم بسرعة لمصلحة فريق برشتونة في النهاية لوكا مودريتش بيؤكد لإدارة ريال مدريد أنه هو عايز يلعب السنة الجاية كمان في صفوف الميرنجي طبعا لوكا مودريتش أيام قليلة هو هيكمل عامه التسعة وتلاتين جون أنه هو جات لعروض لكن رغبته الرئيسية والأساسية هو الاستمرار مع ريال مدريد على الأقل الموسم المقبل لوكا مودريتش بيؤكد أنه ممكن كمان يقلل الراتب بتاعه ويقلل المقابل المادي اللي هو بياخده أملا في الاستمرار مع الميرنجي في الموسم المقبل مين يبقى بيلعب في الميرنجي ويفكر أنه هو يمشي الصحافة الفرنسية كلها دلوقتي بتتحدث عن مفاوضات ما بين موناكو الفرنسي وجلاتس راي التركي أملا في التعاقد مع نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر الوطني قلب الدفاع محمد عبد المنعم صاحب الخمسة وعشرين عام الصحافيين الفرنسيين بيصف محمد عبد المنعم كواحد من أفضل المدافعين في القرى الأفريقية وبيؤكدوا أنه عنده رغبة كبيرة جدا للعب في أوروبا الموسم المقبل طبعا الكلام عن رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف النادي الأهلي في الفترة الماضية تردب بشكل كبير جدا كما يبدو أنه في رغبة من النجم المصري الكبير أنه يخوض تجربة احتراف بالتأكيد أي حد بيحتاجك مع محمد صلاح بيبقى عايز يحترف دي مش محتاجة يعني تفكير أو مش محتاجة زكاء محمد صلاح بيد الدافع والحافظ للعيبة دايما بتقلقه وباجتماعاته وبالتأكيد مع اللاعبين في معسكرات المنتخب يقول لهم قد إيه الكرة الأوروبية مختلفة ومحمد عبد المنعم لعب طموح من بداية طلوعه من قطاعات النشئين في النادي الأهلي وخوضه لتجرب اعارة في سموحة وفيوتشر بعد كده عودته للنادي الأهلي بعد تقلقه مع منتخب مصر واضح جدا أنه عنده طموح وعنده الكدرة على أنه يرفع من مستوى وده أمر مهم جدا بالتأكيد بتحط حسابها بشكل كبير جدا الكشفين بتوع الأندية الأوروبية على اللاعب اللي بيقدر أنه ينسجم وبيقدر أنه يطور من مستوى بشكل مستمر ما بيقافش عنده نقطة معينة أهم حاجة عند الكشفين الكرة الأوروبية هي قدرة اللاعب على التطور وده اللي طلع مصطفى محمد من ناجس زمالك للملاعب الأوروبية رغم أنه ممكن ما يكونش نجح في تركيا في البداية رغم أنه أول ما واسمه في الدولة الفرنسية ما كانش نجح بالشكل المفترض لكن أي حد كان بيشوف مصطفى محمد كان بيؤكد أن اللاعب ده ينفع أنه يتطور وبالتالي ينفع أنه يستمر فيه الملاعب الأوروبية النادي الأهلي هل من الممكن أنه يفرط في نجمه الكبير في المسلم المقبل أعتقد والله أعلم أن النادي الأهلي مش هيرفض المرة دي في حالة التفاوض الرسمي من مناكل فرنسي من جلاطة إسرائيل تركي أندية كبيرة جدا وبتشارك أوروبيا لو عندهم الرغبة بالفعل في التعاقد مع نجمة كرة المصرية في الفترة الأخيرة قلب الدفاع محمد عبد المنان لو أول مرة تشوفتني مش حوصيك شترك في القناة فعلي الجرس أعمل لايك الفيديو ومنتابع كل أخبار وأحداث الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة عالمية كثيف الدعاء لأهلينا في الفلسطين بالنصر يا رب أشوفك على خير شكرا لك وسلام عليكم